اشتركوا في القناة 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 التي دخلها صلاح الدين في الثاني من اكتوبر 1187 ميلادي بعد 88 عاما من الاحتلال الصليبي تحرير القدس يعتبر تحرير القدس من ابرز انجازات صلاح الدين الايوبي في عام 1187 وبعد معركة حطين الشهيرة تمكن من هزيمة جيوش الصليبيين وفتح القدس اظهر صلاح الدين رحمة كبيرة عند تحرير المدينة حيث سمح للأسر الصليبيين بالمغادرة بسلام مقابل فدية وحرر العديد منهم دون مقابل تعامل صلاح الدين برحمة مع سكان المدينة مما اكسبه احتراما واسعا في العالم الاسلامي والمسيحي على حد سواء حتى من اعدائه كان هذا الفتح نقطة تحول في الحروب الصليبية واعاد القدس الى السيادة الاسلامية مكرسا بذلك مكانته كواحد من اعظم القادة العسكريين في التاريخ الحملة الصليبية الثالثة بعد تحرير القدس على يد صلاح الدين الايوبي اثارت هذه الخطوة ردود فعل قوية في اوروبا المسيحية انطلقت الحملة الصليبية الثالثة في محاولة لاستعادة القدس والاراضي المقدسة وقادها ثلاثة من اعظم القادة الاوروبيين في ذلك الوقت ريتشارد قلب الاسد مالك انجلترا وفليب الثاني مالك فرنسا وفريدريك بربروسا امبراطور المانيا القادة المشاركون في الحملة ريتشارد قلب الاسد مالك انجلترا الشجاع والمشهور ببسالته في المعارك كان له دور حاسم في الحملة فليب الثاني مالك فرنسا الذي سعى لتقوية نفوذ بلاده في الشرق الاوسط فريدريك بربروسا الامبراطور الالماني الذي مات غرقا في طريقه إلى الأراضي المقدسة مما أضعف الحملة بشكل كبير قبل وصولها أبرز المعارك معركة أرسوف 1191 وقعت هذه المعركة بالقرب من الساحل الفلسطيني بين قوات صلاح الدين وجيوش ريتشارد قلب الأسد على الرغم من أن القوات الصليبية انتصرت في هذه المعركة إلا أن صلاح الدين تمكن من المحافظة على تماسك جيشه ولم يسمح باندفاع الصليبيين نحو الداخل معركة يافا 1192 كانت من أهم المواجهات خلال الحملة الصليبية الثالثة استطاع ريتشارد قلب الأسد استعادة مدينة يافا بعد معركة شديدة ولكن صلاح الدين شن هجوما مضادا قويا وكاد يستعيد المدينة إلا أن المقاومة الصليبية كانت شرسة وأجبرت قوات صلاح الدين على التراجع نهاية الحملة على الرغم من الانتصارات التكتيكية التي حققتها القوات الصليبية في بعض المعارك إلا أنها لم تتمكن من تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استعادة القدس انتهت الحملة باتفاق هدنة بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد في عام 1192 عرف هذا الاتفاق بمعاهدة يافا ونص على السماح للمسيحيين بالحج إلى القدس التي ستبقى تحت السيطرة الإسلامية تحليل والتأثير رغم أن الحملة الصليبية الثالثة لم تنجح في استعادة القدس إلا أنها حققت بعض الأهداف الجزئية مثل استعادة السيطرة على بعض المدن الساحلية بالمقابل حافظ صلاح الدين على سيطرته على القدس وأثبت قدرته على التصدي لأعظم القوى العسكرية في ذلك الوقت الإرث تعتبر الحملة الصليبية الثالثة من الأحداث المحورية في تاريخ الحروب الصليبية حيث أظهرت الشجاعة والبسالة من الجانبين وأكدت على التعقيدات السياسية والدينية التي كانت سائدة في تلك الحقبة صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب الأسد أصبحا رموزا تاريخية للحروب الصليبية وتمت الإشادة بقدراتهما القيادية وشجاعتهما في العديد من الأعمال الأدبية والتاريخية الحملة الصليبية الثالثة برغم فشلها في تحقيق أهدافها الكاملة كانت شاهدا على الصراع الشرس بين الشرق والغرب وعلى قدرة القادة العظام في التأثير على مسار التاريخ الإدارة والحكم كان صلاح الدين ليس فقط قائدا عسكريا بل كان أيضا حاكما عادلا وإداريا كفؤا اهتم بتطوير المدن وبناء المدارس والمستشفيات سعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في دولته مما جعله محبوبا من قبل شعبه التأثير صلاح الدين الأيوبي يعتبر رمزا للشجاعة والقيادة الحكيمة في العالم الإسلامي تحت قيادته تأسست دولة الأيوبيين التي حكمت معظم بلاد الشام ومصر واليمن لمدة طويلة بعد وفاته لم يكن تأثيره مقتصرا على الحروب والانتصارات بل امتد إلى كيفية إدارة الدولة وتحقيق الوحدة بين المسلمين في مواجهة التحديات الخارجية خلال حياته أظهر صلاح الدين سمات القائد المتسامح والعادل خاصة عند تحرير القدس حيث سمح للأسر الصليبيين بالمغادرة بسلام مقابل فدية وحرر العديد منهم دون مقابل هذا التصرف أكسبه احترام العالم الإسلامي والمسيحي على حد سواء إنجازات صلاح الدين الأيوبي توحيد المسلمين تحت راية واحدة تحرير القدس من الصليبيين تأسيس دولة قوية ومزدهرة تعزيز التجارة والاقتصاد تشجيع العلم والثقافة نشر التسامح والعدالة شخصية صلاح الدين الأيوبي ودوره في التاريخ الفطنة السياسية لم يكن صلاح الدين قائدا عسكريا فقط بل كان أيضا دبلوماسيا بارعا وسياسيا حكيما تمكن من توحيد المسلمين تحت راية واحدة من خلال دبلوماسيته وحنكته وهو إنجاز عظيم في ظل الظروف السياسية المتفرقة في ذلك الوقت برع في استخدام التسامح والعدالة كأدوات لتعزيز الوحدة بين المسلمين تعامل مع سكان القدس المسيحيين برحمة واحترام بعد تحرير المدينة مما أكسبه احتراما واسعا من جميع الأديان أدرك أهمية التجارة والاقتصاد في بناء دولة قوية فقام بتشجيع التجارة وتطوير البنية التحتية مما أدى إلى ازدهار دولته وفاة صلاح الدين وفاة صلاح الدين لم تكن نهاية لأسطورته بل بداية لتراث عظيم يحتفى به حتى اليوم حكمته شجاعته وعدله جعلته واحدا من أعظم القادة في التاريخ إرثه لا يزال حيا يلهم الأجيال الجديدة للسعي نحو العدل والوحدة والشجاعة في كل زاوية من العالم يذكر صلاح الدين الأيوبي كقائد لم ينتصر فقط في المعارك بل في قلوب الناس أيضا توفي صلاح الدين الأيوبي في الرابع من مارس 1193 في دمشق سوريا تاركا وراءه إرثا دائما يستمر في إلهام وتأثير الأجيال الخاتم صلاح الدين الأيوبي هو بلا شك واحد من أعظم الشخصيات التاريخية ليس فقط في العالم الإسلامي بل على مستوى العالم إنجازاته في توحيد المسلمين وتحرير القدس تبقى محفورة في الذاكرة الجماعية للأمة الإسلامية كان رمزا للعدالة والرحمة والشجاعة إنجازاته العسكرية والإدارية جعلته أحد أعظم القادة في التاريخ الإسلامي والعالمي سيرته تحمل دروسا في القيادة الشجاعة والعدالة وهي مصدر إلهام للأجيال القادمة تأثرت الأجيال اللاحقة بقصته وشجاعته وما زال اسمه يذكر بكل فخر واعتزاز ندعوكم لقراءة المزيد عن حياة صلاح الدين الأيوبي لاكتشاف تفاصيل أكثر عن شجاعته وإنجازاته والاستفادة من الدروس التي تقدمها سيرته الذاتية إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع أصدقائكم وشاركوا برأيكم في التعليقات حول الشخصيات التاريخية الأخرى التي تودون أن نتحدث عنها في الفيديوهات القادمة شكرا لمتابعتكم ونراكم في الفيديو القادم